الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام دعوى جنائية ليست بالجديدة رغم مرور أكثر من عامين على أحداث اقتحام الكابيتل فإن تداعيتها لا تزال تلاحق ترامب اختار رسمي من المدعي العام جاك سميث تلقاه ترامب يفيد باستهدافه في تحقيقات حول أحداث الكابيتل وأمام ترامب مهلة أربعة أيام لا أكثر لمواجهة هيئة المحلفين وضحض الاتهامات مهلة قصيرة يراها الرئيس السابق تعكس نية مبيتة لاعتقاله بالأساس وبالفعل يواجه ترامب اتهمات مسبقة على ذمة القضية تتعلق بشبهات محاولة إحباط خسارته في السباق الرئاسي عام 2020 أكثر من عام أمضاه المحقق سميث يستمع للشهود في قضية الكابيتل ويدقق في حالة ترامب الذهنية قبل اندلاع أحداث الشغب ليواجه الآن ذلك الاختار الإضافي إلى ترامب والذي لم يكد يلتقط أنفسه من صفعة قضائية تلقها مؤخرا بتوجيه 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية ورفض تسليمها ويرى الرئيس السابق أنه غير مذنب في تلك الاتهامات مبرران احتفاظه بالوثائق بانشغاله الشديد وقتها أما سبب رفضه تسليمها فعزه ترامب إلى حاجته إلى فرز تلك الوثائق أولا لاختلاطها بمستندات شخصية كلها ملاحقات قضائية يعتبرها ترامب مسيسة ويؤكد مرارا أن أهل تتعدى كونها محاولة لعرقلة وصوله إلى سدة الحكم مجددا ترجمة نانسي قنقر